بدنا أول شي لح تنعرف مستمعينا ما هي جريمة الابتزاز الإلكتروني بالتعريف؟ جريمة الابتزاز الإلكتروني هي تهديد بنشر صور أو فيديوهات أو معلومات شخصية للشخص اللي عم يتعرض للابتزاز أو بسموه الضحية ضحية الابتزاز الإلكتروني برأيك أستاذة شو سبب انتشار هالجريمة؟ انتشرت هالجريمة أول شي لأنه مواقع التواصل الاجتماعي صارت كثيرة فصار كثير صعب أنه أنت تكوني عم تقدري تضبطي الشخص اللي عم يتعامل معه أو تراقبي تصرفاته صحيح فإذا ما بدنا نقول أنه أحد الأسباب هو عدم وجود رقابة أبوية خلانا نقول عدم وجود صداقة أو ثيقة بين الطفل وأهله بحيث أنه لما بيتعرض لهيك موضوع بفضل أنه ما يلجأ له لهيك قصة فهذا أحد الأسباب أيضا مثل ما حكينا أنه كثير التطبيقات وأصلا كثير في عالم تشتغل بالبرمجة صاروا شاطرين بأنه يعملوا هاكينج بفوتوا بيخترقوا الموقع بيعملوا اختراق للصفحة وبيسرقوا المعلومات والصور وكذا فهذا الشي كان كمان أحد الأسباب وأهم سباب بيظل الأزمة اللي صارت على سوريا فيه أشخاص متهنت الابتزاز صار برسبة لهم شغل شغل تماما بيفوتوا بيخترقوا بياخدوا معلومات وبيبتزوا الأشخاص بمقابل مادي أو بمقابل جسدي أو بمقابل عمل ممكن يكون غير مشروع لماذا هالأشخاص اللي بتعرضوا للابتزاز بيفضلوا الصمت غالبا؟ أول شي خوفا من الفضيحة ثانيا ردات فعل الأهل بتبقى وقات تعنيفة خاصة بالمجتمع الشرقي لما بيعرفوا أنه منتهم صار متعرض للابتزاز الإلكتروني بسبب ما فهي بتخاف تحكيه لأنه بتخاف من ردة الفعل وبالتالي بتفضل تضل محافظة على هالموضوع الحالة وكتير بيأثر هذا الموضوع على نفسية الفتيات بمجتمعنا على فكرة طبعا طبعا لأنه حتى لو القانون معك وبيقدر يحميك حتى لو بريئة تماما المجتمع بيعطي ولكن الضغط النفسي اللي بيتمارس عليك من المجتمع بيخليك تسكتي للأسف صحيح وبالتالي في قصص عفوا بتستمر بالابتزاز يعني أنا اليوم بتزدتك لمقابل مادي أنت دفعتي هذا المبلغ هذا الموضوع ما بيوقف هون ممكن توصل لمطالبة جنسية هيدا الموضوع له تبعات جسيمة كتير مثلا فالزوجة مثلا ممكن إذا تفكر أنه إذا خبرت زوجي رح يصيري شك فيني رح ممكن يعنفني ممكن توصل للطلق بالنسبة للفتيات هيدا الموضوع كتير دقيق ولازم الأهالي كتير ينتبهوله خاصة التقلبات النفسية للبنت بتلاقي دائما عايشة بحالة ألق بحالة خوف في رعب بحياتها موجود في مشكلة الأهالي أكيد بيلمسوا طبيعة سلوك ابنهم كيف عم يتصرف فلازم ننتبه أن هذا الموضوع لازم يكون في كتير ثقة متبادلة مع الأهل لحتى الطفل يروح يقول لأهله أنا في حدا عم يحكي معي واحد اتنين ثلاثة خاصة في وعود كاذبة بتجي بالزواج من الشباب للبنات اللي بيحكوا على الإنترنت خاصة من الأسف ومثلا أي بنت محجبة يمكن إلا بعتيالي صورتك بعتيالي صورتك وفي وعد بالزواج وأنا بدي أجي وأنا كذا فبتلاقي البنت عم تبعد صورة أوتوماتيكيا لأنه البنت بتغلب عليها عاطفة صحيح وخاصة القاصيرات الصغار ما عندن هيدا الوعية اللي بيملكوا شخص كبير بالقانون السورية أستاذة شو عقوبة يعني القيام أو ارتكاب جريمة الابتزاز الألكتروني بيتعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاث ملايين لأربع ملايين ليرسولية الشخصي اللي بيبتز لا نفترد لا سمح الله صبية أو شب أو أي فرد من أفراد المجتمع تعرض لجريمة الابتزاز الألكتروني حب وقرر أن يروح يقدم شكوى شو الطريقة القانونية شو بروسيس لازم يعملها لحتى توصل الشكوى بطريقة سليمة هو المفروض يتوجه لمحامي حتى ينظم له معروض بهذا الموضوع ممكن لشخص العادي يروح ينظمه لوحده ولكن احترافيا محامي إذا بلش بالقصة بيتعب على الأخير بيتقدم بشكوى لنيابة العامة بمعروض خلينا نقول وهذا المعروض بياخد رقم ويحال إلى قسم الجرائم الإلكترونية بيكون مرفق دائما بصورة التهديدات لا تحسفوا المحادثات لما بيجيكم تهديد لا تحسفوا المحادثات يعني بيوم من الأيام بتلزمكم صحيح هي دليل بالنهاية هي دليل قاطع يعني واضح لأنه بيترافق مع الرقم مع صورة الشخص ممكن مع اسمه إذا بتعرفيه بشكل شخصي كتير مهم أنه هاي المحادثات الضل لأنه ترفق مع المعروض تطلب على سيدي وتطلب على صور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر